بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الاشتراك في المرسلين سيدنا محمد الرحمن الرحيم وصحبه اجمعين معاكم بشمان السابد الرحمن فرغالي ان شاء الله في فيديو جديد هناخد فيه اول تجربة خاصة بلاب الادفانسد باور الكترونيكس احنا في الفيديو الاولاني احنا اتكلمنا على الكيت اللي احنا هنستخدمها اللي هي ال 298 موتور درايفر مجول ودي بلت ان جواها اتنين فول بريدش خلاص لما جينا تكلمنا قلنا شرحنا البين اوت بتاع الكيت وقلنا ان هي عبارة عن اتنين فول بريدش واحد بيطلع من اليمين واحد بيطلع من الشمال ولازم توصل لها السابد لاي بتاعك والبالسز المختلفة عشان تشتغل خلاص تجربة اللي احنا ناخدها النهار ده ان شاء الله نعملها سيميليشن على بروتوس ونبدأ نشوف ازاي نشغل دايرة وخد بالك هنا الريتنجز بتاعت الكيت دي كويسة جدا يعني في الكارنت اللي بيمر فيها وممكن تستخدم سابلاي صغير اللي هو اتناشر فولت والخارج بتاعك هيبقى ماكسوم اتناشر لكن ممكن تحط ترانسفورمر والترانسفورمر دا تعمل بيستب قبل الجهد من اتناشر لامتين وعشرين وممكن تشغل لامبي يعني ممكن تشتغل على لود اي سي لو بيسحب ماكسوم كارنت اتنين امبير فممكن تشغل بيها لود فعلي عندك في المعمل بتاعك او تجربها في البيت عندك ان انت تشغل لود فعلي عندك خلاص طيب الكيت طبعا نحن لما نيجي نعمل سيميليشن على بروتس هي مش موجودة جوه البروتس فانت محتاج تروح تدول لود اللي بيرير بتاعتك هتسرش على ال 298 موتور درايفر مجول اللي بيرير فور بروتس وبعد ما تعمل دول لود اللي بيرير هتلاقي الكيت بقت موجودة عندك على البروتس بكل بساطة طيب لا بالاولين احنا قلنا نتكلم على ال square wave inverter ان انا بدي عمدي ال data sheet بتاعت ال 298 احنا قلنا من جوه اتنين full bridge فانت دايما بتدي السيجنال للسويتش لفوق وهو built in جوه الايسي هاية بتاعت الدرايفر بيعمل النطل اللي تحت منه اه يعني انا دلوقتي محتاج 2 signal بس يروحوا لكل full bridge كل سيجنال بتشغلك half bridge زي ما احنا شايفين دي ال data sheet اول ان انت تسرش على data sheet مش هتلاقي فيها مشكلة المهم تبقى عارف ان كل full bridge محتاجة to input واحد وعكسه احنا هنشتغل 180 conduction انا هطلع اول 180 على اول half bridge وتاني 180 على تاني half bridge والمحصلة بتاعت الاثنين half هتاخد الفل wave form اللي انت محتاج تطلعها تمام طيب الكود احنا هنكتبه على الاردوينو وانا محتاجة اروح على البروتس يبقى احنا هنروح دلوقتي على البروتس ونبدأ نجيب ال component اللي احنا ممكن نشتغل بيها عشان نبني ال circuit اللي احنا ايه هنشتغل بيها run as administrator البروتس واعجيب اردوينو واعجيبي الكت بعد محطتها built in واعجيب طبعا السابلاي وابدأ اوصل الدايرة زي ما واريك دلوقتي عشان الدايرة تشتغل معي ال project مثلا خلينا نقول project 2 next replace ok next 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 finish خلاص عبدأ search بعلامة ال b محتاج ايه محتاج ال 298 driver اهو بص هتلاقي نفس الكتل اللي موجودة على ال netka hardware هتقدر تجيبها دوس موافق وبعي كده على search على arduino خلاص هنشتغل باردوينو اونو خلاص اهو هنشتغل بالاردوينو دي double click برضو اخترناها وكمان هنجيب محتاجين السابلاي فانا ممكن اجيب السابلاي من السورش هروح على السيميليتور هنا ننزل 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 لحد ما نوصل لسيميليتور سواني سيميليتور دي اعلاقي سورسيز من السورسيز اجيب الفولت السورس double click اوكي خلاص طيب هنبدأ ينزل درايفر بتاعنا بالشكل ده وابدأ اخد السابلاي انا هوصل سابلاي دلوقتي 12 فولت هابدأ اوصله بالشكل ده كده وهنا ده على الجراوند وابدأ اجيب من الترمينال باور الخمسة فولت عشان الاي سيها تشتغل احنا قلنا في الهاردوير بتيجي بالريجليتور بتاعها يعني هي فيها بلت ان بس هنفترض ان احنا شغالين في البروتوس هي مفهاش فانوصله مفيش مشكلة والجراوند هتبدأ تحطه هنا توصله على الطرفين دول عشان تكون كل حاجة تمام وعجيب جراوند تاني ووصله هنا مع الجراوند بتاع السابلاي ده بعد كده نرجع تقني على الكمبوننت بتاعتنا عجيب الاردوين وانو لو تاخد بالك انت عندك هنا اينبول اي وانبوت وان وانبوت تو وإمبوت 3 وإمبوت 4 وإنابل بي الإنابلز تبقى متفعالة أوريدي هنا في الإيسانة مفيش مشكلة فأنت عندك إمبوت 1 وإمبوت 2 دول بتوع أول هوب بريدش وإمبوت 3 وإمبوت 4 دول بتوع تاني هوب بريدش فأنا أستخدم على بناية 6 و7 على إمبوت 1 وإمبوت 2 فأنا دلوقتي أبدأ أنزل أهو وأروح على بناية هنزل كده أهو لا مش عاوز إمبوت 1 أهو وأبدأ أخش على البناية رقم 7 وأجي على إمبوت 2 وأروح على البناية رقم 6 خلاص دول البنتين اللي أنا أطلع منهم البالسز من الأردوينو خلاص وأروح هنا على الأميترز نجيب أسلسكوب الأسلسكوب أنا أعرض الهاف الأولاني فولت الهاف الأولاني وفولت الهاف الثاني وهنا أعمل لهم صم مع بعض زي مع وريق كمان شوية إزاي تجيب الصم بتاعهم مش هبقى فيه مشكلة خلاص كده أنا إيه عرضت كده الهاف الأولاني والهاف الثاني المفروض أن أنت أوت 1 ناقص أوت 2 يديك الفول بريدج لكن كل أوت لوحده بالنسبة لك هو بيديك الخارج بتاع هاف بريدج واحدة تمام تمام طيب أروح للأردوينو أنت لازم تكون قبل ما تعمل كودينج يبقى عندك أنت واقف على الكيد بتاعتك أن هي أردوينو 1 لأنه ممكن تكون نانو أو ميجا أو كده فلازم تكون مظبط الموضوع ده هنخش في الفويت سيطب هنعرف بنتين البنتين دول هما اللي هما بتوقع input 1 و input 2 فأنا عبدأ أقول pin mood البن رقم 6 هتبقى بالنسبة لنا output ولازم يبقى كل حاجة capital وقفل الكوس ومن الشاش السيميكون كده عندي mood mood ليه البن نية رقم 7 برضو output ومنساش السيميكون خلاص أنا كده عرفت البنتين بتوعي pin mood 6 output وانا فاضل حرفة معنوش output ويه البن مود 7 برضو output انت هتطلع لسكوري ازاي هتشتغل على اول بناية تطلع 180 يعني تشغل البناية دي on 10 ميلي ساكند في الوقت اللي البن نية رقم 6 on تكون البن نية رقم 7 low يعني zero وبعد 10 ميلي ساكند ناكس يبقى أنا أعمل digital write digital capital write على البن نية رقم 6 ان هي تشتغل هاي لازم كله capital ومنساش السيميكون و نبدأ بعديها نخلي البن نية رقم 7 low وبعد كده نعمل ال delay بتاعنا يبقى دي ها خليها low بنية رقم 7 وبعد كده هاعمل delay 10 10 يعني 10 ميلي هنا الطبيعي default بتاع ال delay هنا بالميلي هناخد الكلام ده كوبي ونكرره ليه هنكرره ليه هنكرره لان دول العشرة ميلي التانين بس هنأكس بدل هنا هاي هتبقى دي low ودي بدل هتخليها هاي لازم يكون capital خلاص طيب وبعد ما خلصنا كده هنبدأ ايه نعمل verification للكود بتاعنا فهو دلوقتي شايف ان فيه error في digital write في الحرف الر معلش هنعمل تاني verification خلاص هو كده الكود تمام انا عشان اروح للبروتس واخد الكود بيجيبه من هنا ولازم تكون مفاعل عشان الاكستنشن بتاع الفايل يطلع معاك من الفايل preference تبقى عامل علامة تشيك على الكمبيل عشان يزهر لك الاكستنشن بتاع الفايل اللي هو .x هنا هنطلع اخد ده بقى ايه واحدة واحدة كده ده الاكستنشن بتاعي لحد ما اقف عند السي كده واخد الكلام ده كوبي واروح للبروتس اضغط على الاردوين ودوبل كليك واروح للبروجرام فايل ادوس هنا كنترول في اوكي كده انا حطيت الكود بتاعي على الاردوين وبعد ما عملتله programming الحمدلله احنا لو تاخد بالك احنا ايه شغالين يعني ايه بسرعة فالبناء رقم ستة وسبعة هما دول الانبوتس بتوعي انا بطلع على ستة عشرة ملي اون في الوقت ده بيبقى سبعة بزير وبعد كان اعكس سبعة تبقى عشرة ملي اون والبناء رقم ستة تبقى زير وبالتالي يكون عندك كده على اول هاب بريج بتديك بوست في ستة ونجد في ستة وشفت مية وتمانين على الهاب بريج التانين فكده احنا ايه برمجنا الكود بتاعنا نيجي بس للصبات ده خليه 12 فولت الامبوتس بتاعي 12 فولت خلاص ونبدأ نعمل ران دلوقتي للكود اول ما تعمل ران هتلاقي ان انت فعلا طلع لك سيجنل بتاعت هاف الاولانية والسيجنل بتاعت الهااف التانية وهم نوت بعض وده منطقي لانه زي ما اقولك المحصلة بتاعت اول هاف ناقص تاني هاف يديك البوست في 12 ونجد في 12 بوست في 12 ونجد في 12 طبعا انت على الاسكوب مش شاف السيجنل فعتلاقي هنا فيه سكرول بتاع الطايم المفروض عشان يتأكد ان احنا طلعين 10 ملي اون و10 ملي اوف لو زودت كده اهو المفروض كل مربع من دول في ال اكس اكسس 10 ملي فلو تاخد بالك ان السيجنل طلع في مربعين يبقى انا عندي 20 ملي وزي ما انت شايف كده بانت قوي السيجنل والنط ولو قللنا سنة اهو كل سيجنل مرسومة في 4 مربعات وهنا بيقول لك على السكوب ان كل مربع 5 ملي سكن عشان تجيب الماكسما بتاع السيجنل هتروح على الكورسور وتقف على الأمبليتشود هتلاقي الأمبليتشود بتاعك 6 فولت في البوستيف و 6 فولت في النجدف ده أول هاتبقى العكس نجدف 6 وهنا بوستف 6 طب انا دلوقتي عاوز اجيب المجموع بتاعهم انا لو جمعت دلوقتي المحصلة 0 لكن انا لو عملت انفرت للتانية كنت ارحت يعني انا عقول الاولى ناقس التانية زي تجيب ناقس التانية فتروح لتشانل بي لان احنا حطين الهاف التانية على تشانل بي وتعمل انفرت دي اه لقيتهم كده بقوا زي بعض خلاص لما اجا اقوله بقى اجمع للأولى على التانية تلاقي ان الماكسمن بتاعك تلع 12 اه والنجدف الماكسمن في النحة التانية سالب 12 بالكورسور يبقى انت بتقب بالكورسور كده وتروح لأمبليتود عشان تيسي الجهد بتاعك ده خارج عاوز تنزل بالبوزيشن ممكن تنزل بالبوزيشن هنا ايه لو عاوز تروح لنص لنص السكوب ممكن تنزل البوزيشن يبقى بزيرو خلاص بسيطة جدا هنا الميزة ان انت تقدر تعمل ده ده الكورسور بتاع الفولت وعندك تحت الكورسور بتاع التايم ده بتاع التايم اهو لو عاوز تمشي يمين وشمال فانا كده ايه كده طلعت السكوير ويف بتاعتي ببوست في 12 ويه برضو نجدف 12 زي ما احنا شايفين بابسط طريقة باستخدام ال L298 driver circuit سيبقى انا ممكن اشتري في البيت L298 واشتري اردوينو واشتري سبلاي 12 فولت واخش اعمل الكود بكل بساطة زي ما انا عملته على الاردوينو وتاخد الثو سيجنل بالجراوند من الاردوينو تروح بالتو سيجنل على امبوت 1 و امبوت 2 والجراوند توصله مع الجراوند هو اعمل لك هنا في جراوند لو عملنا زوم هنا هتلاقي في جراوند في الروزيتا اللي في النص فالمفروض هتحط البوست في 12 وهنا في الجراوند النيجا ديف في 12 وتوصل معاك جراوند الاردوينو يعني جراوند الاردوينو وجراوند السبلاي الاتنين بتوصلوا على نفس الجراوند وبعد كده عندك سكوب في البيت او عندك اميتر تبدأ تقيس على اوت 1 و 2 يطلع لك رمس فولتج 12 فولت يعني انت لو عندك افو في البيت هتحط الافو هنا على اوت 1 و اوت 2 هتلاقي ان يطلع لك 12 فولت لو انت حطت السبلاي بتاعك 12 طبعا الماكس متاع السبلاي تقدر تعرفه من التاشيت هنا هو بيقول لك هنا الموتر سبلاي عندك 12 فده الفولت اللي انت المفروض بيقدر يستحمله ممكن يبقى فيه اوفر فولتج حاجة بسيطة جدا لكن مش هينفع نكبر الجهد ايه جامت خلاص فزي ما احنا شفنا عملنا سيميليشن لدائرة سكوير ويف انفيرتر باستخدام ال ال 298 موتر درايفر وان شاء الله هنحاول بعد كه ناخد الكوازي سكوير ويف وممكن اعمل سري فيز ازاي احنا قلنا انترن لجوه الايو سيهاية عندي اتنين فول بريج فانا ممكن ااخد تلات هافات من دوت ما الاتنين فول بريج بيدوك فور هاف انا عاوز عشان ابني سري فيز تلاتة هاف انا ممكن ااخد اول فول بريج واخد الهاف من تاني فول بريج وابدأ اعمل وتشغيل بالاردوين وبردو ساعتها اعرف عندي تلات بنات وابدأ ازبط السيكونس بتاعي عشان الخارج بتاعي يكون شغال تمام خلاص زي ما احنا شايفين شغلنا الدايرة بكل بساطة وكل الازازة ودايرة شغالة زي الفول ابقى متأكد بس من متأكد من الفريكونس بتاع السيجنل اللي انا عاوز طلحها لان ان انت عرفناهم وبعد كده شغلنا الواحدة والتانية لو بدلية عشر ثواني بعد كده عكسنا شغلنا التانية والتانية هاي بدلية عشر ثواني اشتغلت الدايرة بمنتهى البساطة اتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو ان شاء الله الفيديو الجاية نحاول نعمل باستخدام البوتونشومتر فاعتلا الدنيا بقت جميلة برضو